أفادت شرطة سياتل في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة أن عدد من الضحايا سقطوا في إطلاق النار وفق ما ذكرت شرطة المدينة في تغريدة على حسابها في موقع تويتر وذكرت وسائل علام أمريكية محلية أن شخصا واحدا على الأقل لقي مسرعه جراء إطلاق النار في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح من بينهم سائق حافلة ونقلت صحيفة سياتل تايمز عن تقارير للشرطة أنه تم إلغاء القبض على شخص بعد الحادث الذي لم تعرف دوافعه حتى الآن